ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من خلال الكتاتيب والمدارس الاهلية ثم انطلاقة التعليم النظامي في العام الف وتسعمائة وتسعة عشر في مدرسة الهداية الخليفية للبنين ثم بدء التعليم النظامي للبنات عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرين بافتتاح مدرسة خديجة الكبرى مرورا بانشاء التعليم الصناعي بعد اكتشاف النفط ومرحلة الانتشار الواسع بزيادة عدد المدارس وتطوير المناهج في السبعينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي وكذلك التطور الذي شهدته ميزانية التعليم بما يعكس الاهتمام به تحول كبير شهده التعليم في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وخاصة منذ تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في العام الفين وخمسة والتوسع في التعليم الالكتروني من خلال مشروع التمكين الرقمي واطلاق المشاريع التربوية مثل مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان ومشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة عدهت في هذه الندوة اليوم عن محطات مهمة في مسيرة التعليم في مملكة البحرين بمناسبة احتفال وزارة التربية والتعليم وأيضا مملكة البحرين قبل ذلك بمؤوية التعليم وأشرت إلى المراحل المهمة ومراحل التأسيس وما شهده التعليم من تطوير في كافة المراحل وكيف أسهم التعليم في الارتقاء بالمسيرة التنموية في مملكة البحرين في الواقع كانت ردود الفعل والأراء تشيد بهذه التجربة وانطلاق التعليم النظامي من مئة عام فكان هناك استحزان كبير نريد أن نهني مملكة البحرين ملكا وشعبا وحكومتا بالمئوية بشأن التعليم النظامي في مملكة البحرين الذي تميز خلال المئة عام بمراحل كبيرة جدا من التغيير ومن التطوير ابتداء من المدرسة الهداية الخليفية وإلى مدرسة خديجة الكبرى إلى أن وصل في مرحلته الحالية التي تفتخر بها المنطقة العربية وكذلك سعيدين جدا بأن تتزامن هذه المناسبة وتعقد أيضا بمناسبة تسليم جائزة الملك يحفظه الله هنا جائزة اليونسكو حمد بن عيسى الخليفة أيضا في مجال التعليم فكل ذلك يدل على اهتمام مملكة البحرين بالتعليم الذي يعد هو استثمار في الإنسان وأيضا استثمار في الوطن كما صلت الوزير الضوء على صورة البحرين في التقارير الدولية الخاصة بالتعليم والتي صنفت المملكة في المراكز المتقدمة على هذا الصعيد إلى جانب الحديث عن تمكين المرأة في المجال التعليمي ونجاح الدولة في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم وكذلك تشجيع الاستثمار في التعليم العالي والتعليم الخاص والقطوات التي يتم تنفيذها لإنشاء جمعة الهداية الخليفية التي تهدف إلى طرح تخصصات أكاديمية متميزة وحديثة مثل علوم الطاقة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر